السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واللي في جيبك هاتو اليوم هنتكلم عن حاجات كتيرة اول حاجة انا مين انا اسمي هودا صومالية الاصل بس اتولدت وكبرت في السعودية وغيرت اللهجة بتاعتي في مصر اوكي اللهجة بتاعتي ودلوقتي عايشة في كندا وان شاء الله سلولي سلولي هنتعرف على بعض كلنا المهم اقول لكم شوية عن تفاصيل اللي انا عايزة اتكلم فيها ان بالي كتير اوي عايزة افتح غناء للصوماليين اللي بيتكلموا عرب اللي زي يتولدوا في بلدان عربية وكبر هناك واذا جوز بالدول الاوروبية ونورد اميركا واتزوجوا وعندهم اولاد هنا فكان نفسي بقال كتير اوي يعني عايزة اعمل قناة بس للناس اللي اقدر افهمهم وهم يفهمون واقدر اساعدهم وهم يقدر يساعدوني في نفس الوقت ان الحياة فيها حاجات كتير اوي وان لما تكون عمرك كبيرة شوية زي انا هتشوفي حاجات كتيرة فخلينا نتكلم عن عايزين نعرف ايش عايزين نتكلم عن الحياة عن الزواج عن الاطفال ميك اوب سكين كير الحياة كلها مع بعضيها الاختلافات الشخصية اللي بنشوفها التفاهم اللي مشادرين نفهم بعض ان واحد اتولد في بلد بلدان عربية والتاني اتولد في الصومال وبعد كده كبروا شوية وجاوا يا اما كانيا يا اما امريكا وكندا او اي مكان وتزوجوا وبعد كده ما فيش تفاهم لان انتي تولدتي وكبرتي في عادات وتغاليد تانية وهو كبر وتولد في عادات وتغاليد تانية وبعد كده في طلاء واطفال يتشردوا فحنتكلم عن حاجات كتيرة فخلينا نفهم بعض ونقول الصراحة الصراحة زي ما بيقولوا المصريين راحة وده اهم حاجة واهم بوينت في القناة بتاعتي الصراحة راحة هجيبلكم برام كتيرة ان شاء الله تتكلم عن اي حاجة انتوا عايزينها اسئلة تسألوني على اي اسئلة انتوا عايزينها ان شاء الله ونتعرفها لبعض اكتر اعرفكم عليها ازاي تستفيدوا منها الميكاب اللي هو القالب جد في اماكن تانية هتلاقوها في البوكس ده سكين كير ميكاب لبستيك اي حاجة انتوا عايزينها هتلاقوها وفي في وقت من الوقات في الشهرة هتختاروها انتوا عايزين ايه اثنين او ثلاثة حاجات فهنتكلم في كل ده فرصة سعيدة وده ابراهيم وان شاء الله في فيديوهات كتيرة جاية هنشوفها مع بعض ان شاء الله لو سمحتي او لا سمحت اشتركوا معايا اعملوا الاشتراك تسكرايب واعملوا البطن اللي هيوروكم كل الفيديوهات الجديدة اللي انا هننزلها ان شاء الله اوكي تصبحوا على خير باي